بمقر الأمم المتحدة في نيويورك انطلقت اشغال اجتماع قمة تحويل التعليم رفعة المستوى بمشاركة المغرب ممثلا في رئيس الحكومة عزيزة خنوش ووفقا للأمم المتحدة تشكل قمة تحويل التعليم التي تعد أكبر تجمع على الإطلاق للمتعلمين والمعلمين فرصة لتعبئة الطموح والعمل والتضامن والبحث عن حلول من أجل عادة تصور الأنظمة التعليمية المستقبلية وجعل التعليم على رأس أولوية الأجندة السياسية العالمية وتحقيق تعبئة وطنية ودولية لصالح تحويل أنظمة التعليم خاصة وأن هذا القطاع يشهد أزمة حادة على مستوى العالم خلال وبعد جائحة كورونا التعليم في أزمة عميقة فأزيد من 70% من الأطفال في سن العاشرة في البلدان الفقيرة غير قادرين على قراءة نص أساسي وفي البلدان المتقدمة غالبا ما ترسخ أنظمة التعليم عدم المساواة بينما يستمر الهجوم على حقوق الإنسان كان للتدابير والقيود الصارمة التي فرضتها البلدان لإحتواء انتشار جائحة كورونا تأثير سربي على عملة التعلم علاوة على مرضية التلاميذ والمدرسين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام عمل واقع التقيل بالتعلم عن بعد وإكرهاته أيضا الأغنياء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل المدارس والجامعات بينما يواجه الفقراء وخاصة الفتيات عقبات كبيرة في الحصول على التعليم الجيد يذكر أن أشغال قمة تحويل التعليم من طلقة يوم الجمعة بنيويورك تزامنا مع العقاد الدور السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي القمة التي عرفت مشاركة أكثر من 90 من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الآخرين لمناقشة سبل ضمان تحويل التعليم لحماية مستقبل ملايين الأطفال حول العالم